كما تلاحظون أيضا أعطيت هذه الجمل بلغ الشاب هدفه بلوغا أو مبلغا راقيا يمكن أن أستخدم بلوغا ويمكن أن أستخدم مبلغا رأينا الحقيقة مرأة أو رؤية واضحة إذا قلت مرأة واضحة وإذا قلت رؤية واضحة وقفنا موقفا واحدا وعدنا موعدا صادقا كما تلاحظون إذن لماذا هنا وضعت كلمة بلوغ ومبلغ طبعا الفعل بلغا هو فعل ثلاثي إذن مصدره الأصلي يشتق سماعيا بلغا بلوغا أليس كذلك؟ لو استخدمت بلوغا يصح المعنى وإن استخدمت مبلغا يصح المعنى هنا مبلغا هو المصدر الميمي لأنه كما تلاحظون يبدأ بالحرف ميم فإذا سمي كذلك لأنه يجب أن يبدأ بالحرف ميم وهو على وزنين فهو إما مفعل وإما مفعل وله معنى المصدر الأصلي يعني كلمة مبلغ هنا لها نفس معنى بلوغ كلمة مرأة لها نفس معنى رؤية كلمة موقف ما هو المصدر الأصلي من وقف وقف وقوف كما تلاحظون وقف وقوفا لو استخدمت موقفا هنا بمعنى وقوفا فهذا هو المصدر الميمي من هذا الفعل كما تلاحظون الفارق أنه ممكن أن نستخدم مفعل أو مفعل متى يكون مفعل إذا كان الفعل يبدأ بحرف علة واو لاحظنا وقف موقف مبئول موقف وعد موعد مبئول موعد وكذلك هنا بلغ مبلغ مبئول مبلغ لاحظنا لأن بلغ لا يبدأ بحرف الواو هذا الفارق بينهما إذن المصدر الميمي هو مصدر قياسي للأفعال السلاسية وغير السلاسية يبدأ بحرف ميم كما لاحظنا له وزنان مفعل ومفعل أما إذا كان الفعل أكثر من سلاسي يمكن أن نزيد ميم مضمومة في أوله وفتح ما قبل الآخر لاحظنا؟ مثلا استوعب مستوه هو استوعب استيعاب مش هيك؟ إنما لو قلت مستوعب مستوعب تكون هنا هي المصدر الميمي لكن طبعا تركيزنا على الأفعال السلاسية وعلى هذين الوزنين مفعل ومفعل فيما بعد سأنتقل إلى المصدر الصناعي طبعا نحن نستخدم هذه الكلمات كثيرا في كتاباتنا لكن ربما لا تعرفون أنها مصادر صناعية المصدر مثلا لاحظوا معي الإنسانية أهم صفة في كل فرد ازرعوا في أولادكم الوطنية أنا وضعت خطا تحت الإنسانية وخطا تحت الوطنية فكما تلاحظون الإنسانية من أين أتت هذه الكلمة؟ من كلمة إنسان يعني من اسم أليس كذلك؟ الوطنية أتت من كلمة وطن كما تلاحظون فهذه أسماء وأسماء جامدة تحديدا وقد تكون أسماء مشتقة لكن ما يهمنا أن هذه الأسماء ماذا زيد عليها؟ زدنا على كلمة إنسان ياء مشددة وتاء مربوطة كذلك زدنا على كلمة وطن ياء مشددة وتاء مربوطة إذن المصدر الصناعي هو اسم بمعنى المصدر الأصلي يشتق من الإسم الجامد أو المشتق بزيادة ياء مشددة وتاء مربوطة فهمنا؟ هذا بالنسبة لاشتقاقات المصادر طبعا الأهم بالنسبة لدرسنا هو المصدر الأصلي يعني يجب أن نفهم المصدر السماعي والمصدر القياسي بالدرجة الأولى ماذا عن عمل هذا المصدر؟ كما أخبرتكم أنه الفعل يعمل فيما بعده بأنه يرفع فاعلا أو ينصب مفعولا به أو يتعلق به الجار والمجرور ماذا عن المصدر؟ هل يمكن أن يعمل كفعله؟ يعني يمكنه أن يرفع فاعلا؟ الحقيقة أنه بأغلب الأمثلة المصدر يضاف إلى فاعله يعني الفاعل مع الفعل يتحول إلى مضاف إليه مع المصدر كما تلاحظون منحك من منحك؟ من الذي منح هنا؟ منح هو اسم هو المصدر من الفعل منحة لو كنت أستخدم الفعل أقوله منحك أنت يعني إنما هنا تحولت التاء وهي تاء المخاطبة التي تعرب فاعلا إلى كاف تعرب في محل جر بالإضافة منحك طبعا منح هو مبتدأ باعتباره مصدر والمصدر هو اسم والاسم في أول الجمدة يعربه مبتدأ مرفوع وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة الفقيرة أها هو مفعول به للمصدر هلأ كيف أميز ذلك؟ يمكننا أن نضع الفعل مكان المصدر إذا قلت منحت الفقيرة ماذا كنت أعرب الفقيرة؟ مفعول به للفعل منحت والآن الفقيرة هو مفعول به أول للمصدر منح لماذا؟ لأن منح مشتق من فعل ينصب مفعولين ولا يكتفي بمفعول واحد إذن ماذا تكون المالة؟ المالة هي مفعول به ثاني للمصدر منح لاحظنا؟ فإذن هنا المصدر عمل عمل فعله هنا يفرحني تقدم الوطني تقدم هو مصدر من الفعل تقدم إنما تقدم هو اسم أتى بعد الفعل يفرحني يفرح النون للوقاية وليأفي محل نصب مفعول به إذن ما هي تقدم؟ هي فاعل يفرح وقد أضيف المصدر هنا فالوطني هي مضاف إليه لم ينصب مفعولا به مثلا يسعى المحسن إلى مساعدتك كذلك إلى حرف جر مساعدتك وهي مصدر من الفعل ساعدة تعرب اسم مجرور وقد أضيف المصدر إلى فاعله وهي الكاف فصارت مضاف إليه طبعا هذه الأمور ليس من الضروري أن نتبحر في أصلها لأنما يجب أن نفهم ما كان أصل هذا المضاف إليه يحزنني تبذيرك المال تبذيرا طائشا أها تبذيرك هو المصدر من بذرة من الفعل بذرة هنا وقعت فاعلا للفعل يحزنني طب وتبذيرا الثانية ما هي لقد ورد المصدر مرتين مرة فاعلا ومرة منصوبا فهنا نلاحظ أنه إذا ورد المصدر مع المصدر مرة ثانية ومنصوبا يكون هذا مفعول مطلق لماذا؟ لأنه أطلق من نفس لفظة المصدر الأول يعني من نفس لفظة الفعل لأنه نحن نعرف أن القاعدة تقول أنا لو قلت بذر المال تبذيرا تبذيرا كنت أعربها مفعول مطلق لأنها أطلقت من نفس لفظة الفعل إذن نستنتج من نسبة لعمل المصدر أنه يضاف إلى فاعله إذا شتق من فعل لازم أو من فعل متعدن قد ينصب مفعولا به أو مفعولين وقد لا ينصب يمكن أن يضاف إلى مفعوله أيضا قد ينصب مفعولا مطلقا أو يتعلق به الجار والمجرور كما تلاحظون ملاحظة مهمة أن هذا المصدر ستسألوني من نعرف مصدر مرفوع مثلا؟ أكيد لا المصدر هو اسم وهذا الاسم يعرب بحسب موقعه في الجملة يمكن أن يكون مبتدى فاعل مفعول به مضاف إليه اسم مجرور حسب موقعه في الجملة وإذا ورد مع فعله في جملة واحدة يعرب مفعولا مطلقا كما تلاحظون هنا مثلا تسميع كالأنشودة تسميعا دقيقا ورد المصدر من الفعل سمع مرتين تسميع الأولى هي مبتدى وتسميعا لأنها ورد كرر هذا المصدر نعربها مفعول مطلق دخولك إلى المدرسة باكرا أفضل لك دخولك مبتدى أتى من بعدها جار ومجرور هذا الجار والمجرور يتعلقان بهذا المصدر واضح؟ تمنت لو يعود ولدها لو يعود هنا ليس مصدرا وأنما استخدمت الفعل مسبوقا بلو ولو من الأحرف المصدرية التي يمكن أن تؤول مع فعلها بمصدر يعني كأنني أقول تمنت عودة ولدها من غربته واضح؟ فإذا هنا لو يعود مصدر مؤول تقديره عودة واقع في محال نصب مفعول به للفعل تمنت إذن أعزائي هذا هو ملخص أو يعني لأهم النقاط التي يجب أن نتعلمها في درس المصدر أتمنى لكم الإفادة من هذا الشرح وطبعا لابد من دراسة القاعدة في الكتاب وسوف أرسل إليكم لاحقا وظيفة بس للمرحلة الأولى أتمنى عليكم أن تفهموا جيدا هذا الشرح وحاولوا أن تنسخوه على دفتر القواعد لتتمكنوا من فهم هذه المعلومات بشكل أكثر وضوحا يعني يمكنكم تقسيمها إلى أهداف كما تلاحظون أنا قسمتها إلى ستة أهداف لو يوميا نسخنا هدفا واستمعنا إلى شرحه أكيد سوف نفهم أكثر فأكثر وفي غدون أيام سوف أرسل لكم وظيفة لتطبيق هذا الدرس وفهمه جيدا وبالتوفيق إن شاء الله موسيقى